اشتركوا في القناة وهاخدها من كل الجوانب من جانب الأب من جانب الأم من جانب الأولاد بس حابة أن أنا في الأول أبتدي من ناحية العقيدة من ناحية العقيدة والإيمانيات أول حاجة لازم أقولها أنا لازم الأول قبل أي شيء أعرف حاجة واحدة بس قبل ما أخذ بالأسباب لازم يبقى عندي يقين أن ربنا هو اللي سبب الأسباب ورحمة رحمة من ربنا أن كل ده يحصل لازم لازم نرجع لازم نرجع إلى الله ده أولا ويكون عندي ثقة عندي ثقة في الله أن كل اللي بيحصل ده ما هو إلا رسالة من الله رسالة لنا كلنا عشان نقرب من ربنا أكتر عشان إحنا نشغلنا كتير بالدنيا وبالأولاد وكل ده إحنا دلوقتي بقى عندنا فرصة لحاجات كتيرة جدا أنا دلوقتي الأزمة اللي أنا فيها دي ممكن هي محنا ممكن أطلع منها منحة إزاي أول حاجة بس أنا عايزة أبتدي معاكم وأقول إن بداية بداية التعامل كأخلاقيات وكأيمانيات وكعقيدة أنا محتاجة أن أنا حصل نفسي محتاجين كلنا نحصل نفسنا وهنحصل نفسنا بإيه كل اللي بيحصل دوت ذكر في القرآن وكل حاجة بتحصل لنا في الكون رب الكون هو اللي أمر بكده ودانا العلاج في القرآن برضو والرسول في الأحاديث قال لنا إزاي نحصل نفسنا في الشدة والبلاء قال لنا إزاي نتعامل مع الأزمات قبل ما نعرف ثقافة وقبل ما نعرف علم أول حاجة أنا محتاجة أحصل نفسي بحاجات كتير أولها كلام ده في الإيمانيات والعقائد أولها أنا محتاجة أراجع نفسي في الصلاة موضوع الصلاة أنا دلوقتي بقى عندي فرصة الأب والأم والعيلة كلها إن إحنا نصلي مع بعض الأب كان نغايب عن حاجات كتير كانت الأم كتير تقول هو ما كانش بياخد باله منها أو مش ما كانش بياخد باله منها لما شافها ابتدى ياخد باله منها طيب أنا محتاجة دلوقتي إن أنا أحصل نفسي عن طريق الصلاة والالتزام بالصلاة عن طريق الأسقار عن طريق سورة البقرة عن طريق الدعاء نكسف قوي الدعاء حالي مع الله حالي مع الله الروحانيات والإيمانيات دي لأن الحاجة الوحيدة الحاجة الوحيدة اللي هتحصننا من كل اللي بيحصل دوت تعلق بالله أكتر تضرع لله طيب أنا بعد ما حصنت نفسي وعملت كل دوت أخد بالأسباب مش معنى كده بقى أن أنا تواكل وخلاص أنا حصنت نفسي وهنزل الشارع وما عنديش مشكلة واتعامل وابوس واحدن والكلام ده كل لا طبعا هاخد بالأسباب أخد بالأسباب بس يبع عندي يقين إن ربنا حميني ربنا معايا طيب أنا دلوقتي بعد ما حصنت نفسي وخدت بالأسباب إزاي يتعامل مع الأزمة ديت طبعا أنا مش هقول زي كل الناس نخسل إيدينا والحاجات اللي انتو كلكوا عرفتوها ديت وزهقنا منها يعني خلاص عرفنا نخسل إيدينا إزاي ونعقم إزاي ونعلم أولادنا إزاي يعملوا كل الكلام دوت تمام ولو محتاجين برده أقولها لكو هقولها لكو تاني إن شاء الله بس الأول أنا عايز أقول إن إحنا مبدئيا مبدئيا الأغز بالأسباب يبقى عندي أصلا ثقافة التعقيم والنظافة والتطهير كل ده لازم يبقى موجود أصلا عندي أساسي أنا بعلم الولادي وأنا شخصيا بكون متعلمها المفروض طيب إحنا ما كانش عندنا الثقافة دي طيب ابتدينا نفهمها وابتدينا إيه نعمل بيها وبقى عندنا وعي بيها خلاص أنا أعلم ولادي وأعلمهم عن طريق يعني حتى الأولاد عشان ما نعمل لهمش رهبة شوية أعلمهم عن طريق اللعب هاخد الجزء بتاع الولاد دوت هاخده برضو في الجانب النفسي بتاع الأولاد بس الأول أنا محتاجة أهل مين أنا محتاجة أهل الأب والأم والأسرة نفسها علشان هم اللي هينعاكس عليهم الأولاد بعد كده هيبقوا هم المراية بتاعت ولادهم يعني لما لما الأولاد يشوفوا بابا أو مما بيعملوا كده هيستمدوا كل ده منهم طيب طيب أنا أتعامل مع الأزمة دي إزاي؟ أولاً أنا عايزة يعني مفهوم الأزمة علمياً الأزمة دي يعني الأزمة اللي إحنا فيها ديت لو هنتكلم في تفسيرها تفسيرها العلم يعني إحنا دلوقتي في ابتلاء ابتلاء شديد جداً ابتلاء من ربنا شديد تمام؟ يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي حصل عندي خلل خلل شديد في المنظومة منظومة إيه بالضبط؟ ده منظومة نفسية ومنظومة مجتمعية مش نفسية بس يعني أنا هاتكلم أكتر بشكل أكتر عن النفسية لكن أنا دلوقتي لو جيت فسفرة الأزمة اللي إحنا فيها دي خلل شديد في المنظومة بشكل كامل طيب أنا أبتدي أبتدي أفهم الأول معناها عشان أعرف إزاي أتعامل معاها طيب أنا الأزمة دي حملالي إيه؟ الأزمة دي بتهدد مستقبل وبتهدد حاضر بتهدد حاجات كتيرة أنا نفسياً مع الضغوط دي أتعامل إزاي؟ أولاً أولاً ياريت ياريت نستمد أو الحاجة نستمد معلوماتنا بلاش السوشيال ميديا والأخبار اللي هي فيه أخبار كتير بجد بتعمل إحباط بتعمل لنا إحباط بلاش نلجأ للأخبار دي كلها؟ بلاش يعني لو هتستمد المعلومة بتاعتك استمدها من مكان موصوق منه وفي نفس الوقت أنا لازم يكون عندي صلابة وعندي وعي أنا ولا استهانة ولا تهوين يعني أنا مش هستهين بالموضوع وفي نفس الوقت مش ههونه يعني أخذه بشكل واسطي طيب إزاي الكلام دوت؟ أول حاجة المفروض إن أنا يبقى عندي التوازن التوازن النفسي يعني إيه التوازن النفسي؟ يعني أنا دلوقتي لو بقى عندي توازن أنا نفسي هستقبل المعلومات والأزمة نفسها بشكل أهدا من كده طيب التوازن ده أعمله إزاي؟ التوازن دوت أنا ما بيني وما بين نفسي إحنا اتفقنا في الأول إن أنا معاه ربنا أنا عندي حصن أنا متحصنة تمام؟ دي أول حاجة تاني حاجة أنا مأهلة نفسي إن أنا فهم إيه اللي حاصل بالضبط أدخل واعمل سيرش على إيه هي الكورونا وإيه بيحصل فيها إيه لازم أفهم اكتلام دوت تمام؟ عشان أعرف أتعامل معي طيب لما جا أتعامل معي أتعامل معي إزاي؟ هتعامل معي إن هو أمر أمر أزمة أزمة حادثة ما ينفعش ما ينفعش إن أنا أهول ويبقى عندي هلع وخوف لأن في ناس كتير دلوقتي كده وفي ناس عندها لا مبالاة وبتسلم وبتبوس وتحضن وبتعمل كل حاجة تمام؟ يعني لأ أنا لازم يبقى عندي وسطية تمام؟ أنا خدت بالأسباب أول حاجة حصنت نفسي بعد جده خدت بالأسباب لازم يكون عندي يقين إن اللي خلق الكون رب الكون هو قادر على كل شيء تضرع إلى الله دي أول حاجة تاني حاجة أنا نفسيا نفسيا أهيأ نفسي واحدة واحدة وبعد ما أهيأ نفسي هبتدي واحدة واحدة تدريجيها كده أهيأ اللي حوالي تمام؟ طيب قلنا التوازن التوازن ده أهم حاجة طيب أنا دلوقتي عندي ناس تحت الضغط دوت فقدت السيطرة بقى عندها خوف وهلع ووسواس وحاجات كتيرة جدا بقاش عندها يعني ثقة في أي حاجة طيب أول حاجة هعملها إن أنا هيبع عندي أولويات يعني يا أولويات يعني زي ما الدولة كده حطت لها خطة عندها أولويات ابتدتها وتدريجيا تدريجيا ابتدت آه هنعمل كذا وبعد كده هنعمل كذا طب لما الموضوع ينتشر هنعمل واحد اتنين ثلاث أنت نفسك برضو نفسيا تهيأ لنفسك الكلام ده إن أنا عندي أولويات أولوياتي اللي هي إن أنا أخذ بالأسباب وعقم وولادي غسل الإيد والكلام ده كل طيب والجانب النفسي زي ما اتفقنا التوازن وما يبقاش عندي خوف ولا استهانة ولا مبالاة زي ما قلنا لا إفرط ولا تفريد طيب بعد ما عملت الأولويات بتاعتي طيب أول حاجة يعني المفروض المفروض دي أساسية قوي الصلابة أتمسك قوي أتمسك قوي بالموضوع إن أنا أبقى صلبة وأدي المواجهة أواجه أواجه الموضوع تمام يعني أنا مش معاين إن إحنا نخفي حاجات يعني مثلا الدولة تخفي حاجات لازم زي ما الدولة دلوقتي عاملة كل الأخبار واضحة وصريحة فيه النهار ده حالة وفاة كذا فيه إصابة كذا حلوة قوي ده دي اسمها مواجهة ليه بقى؟ أنا مش عايزة تفاجئ أنا عايزة أعرف كل حاجة عشان أعرف أتعامل أعرف أتعامل وبقد كل دوت تمام؟ طيب بعد ما بقى عندي كل دوت وابتديت إن أنا أتعامل ويبقى عندي صلابة وعندي هدوء طيب أنا نفسي بقى التعامل مع الأشخاص والتعامل مع الأسرة والمجتمع والكلام ده كونه أنا هقول لكم حاجة ديت عشان تعرف يعني أنت بتتعامل إزاي؟ حدر الوقت عندنا الشخصيات دي بتتكون من أربع مكونات تمام؟ أو أربع جوانب تمام؟ الجانب الجسمي الجانب النفسي الجانب الاجتماعي الجانب العقلي تمام؟ تمام؟ أنا بتعامل نفسيا مع كل الجوانب دي طيب الحاجات دي بتظهر في إيه؟ الحاجات دي كلها بتظهر في سلوك يعني كل الجوانب دي بتظهر في سلوك طيب السلوك دي بتبقى إيه؟ بتبقى صفات الصفات ديت هي اللي هتميزك إن ده شخص غير التاني دي الصفات بتاعتك تمام؟ طيب كل شخصية لها صفاتها وليها مميزات تمام؟ وبتختلف ما فيش شخصية زي التانية أبدا طيب أنا عندي شخص سوي وعندي شخص غير سوي هما بيبقى الأمراض النفسية والحاجات دي طيب أنا علشان أنا عرفتلك بس الشخصيات عشان أنت تتعامل وانت فاهم برده طيب يعني إيه؟ يعني إيه؟ إنك تتمتع بصحة نفسية جيدة في ظل الأزمة وبشكل عام يعني أول حاجة لازم يكون عندي توافق توافق مجتمعي إن أنا أحرف إزاي أتعامل أتعامل مع الواقع أتعامل مع الأشخاص إن أنا يبقى عندي مرونة يبقى عندي مرونة في التعامل أنا شفت الخبر الفلاني مقفش بقى وخاف وحس إن أنا في أزمة كبيرة قوي وخلاص والدنيا خلاص لا أحاول أتكيف كده أتكيف مع الوضع وقلنا في الأول وفي الآخر اليقين بقى فيه يقين وخدت بالأسباب طيب أنا دلوقتي عندي أشخاص وفعلا الخوف ده شيء وارد مش بقولك ما تخافش والموضوع بسيط لا الخوف ده وارد بس بحاول بحاول إن أنا يعني أخلي الخوف دوت ما يسيطرش على حياتي وما يخلينيش أعرف عايش حياتي بالعكس ده أنا دلوقتي في وضع ممكن أعمل حاجات ما كنتش عارف أعملها قبل كده يعني أنت كأب وكأم كان عندنا حاجات مش عارفين نعملها مع أولادنا ما كنش نعرف حاجات كتير عن أولادنا وبتدينا نقعد معيهم أنت بابا كنت فين شغله وما بتشوفش حاجات كتير وكنتش بتشوف الأم بتعمل إيه في البيت كنتش بتشوف أولادك بيصرفه صدايفة الأم عملت إيه فلما عدت بتديت تفهم حاجات بتديت تتعامل معها وعايز أقول حاجة برضو للأب إنك إنت لو إنت الفترة دي قاعد في البيت ولاقيت ابنك أو بنتك أو حد من ولادك بقول لك أنت مش هتنزل الشغل بقى يا بابا ومش هتنزل طبعا القهوة طيب بجد بجد من جواك كده إزعل يعني لازم قلبك يحزن ليه يحزن؟ علشان إنت دورك أب ما قمتش بيصح حتى وإنت قاعد ما قمتش بيصح ما استغلتوش استغلوا استغلوا في حاجات كتير وممكن أديك حاجات كتير هتستغلوا فيها بس أولها أولها أن أنت تحتضن أولادك نفسياً وكل بكل المشاعر وكل الحب طيب أنا هتكلم عن التعامل النفسي مع الأولاد بس يعني هستأذنكم مع إزاي المشاهدين محتاجين نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل بقية كلامنا عن التعامل النفسي مع الأطفال والأولاد بشكل عام فاصل ونعود تمام أهلاً وصلاً عزيزي المشاهدين رجعنا تاني هنكمل كلامنا اتكلمنا عن التعامل النفسي واتكلمنا عن الشخصيات علشان نعرف إزاي نتعامل ونتأقلن مع بعض الشخصيات في ظل أزمة كورونا طيب أنا محتاجة أتكلم عن الولاد يعني بشكل بسيط مش هطاول في الموضوع دوت بس أنا تكملة لللي قلته إن أنا محتاجة أنت كأب وكأسرة وكمجتمع إن أنت هتبقوا مراية أولادك أنتوا اللي هيشوفوا فيكو الخوف هيخافوا هيشوفوا الاتزان هيتزنوا طيب إزاي أعمل الكلام ده أولاً ما ينفعش أتكلم يعني قدام أولادي عن كام عدد الوفيات وكام عنده كورونا ومين مات ومين مش بالشكل ده أول حاجة لازم أبتدها مع أولادي إن أنا أفهم يعني إيه كورونا طيب صعب الموضوع دوت ليه؟ علشان أنا علشان أوصل لطفل أو لحد إن في حاجة مش مرئية مش متشافة الموضوع ده بنبزل مجهود فيه شوي إزاي؟ يعني أنا لو عندي طفل محتاجة أعرفه إيه كورونا زي؟ هو فين كورونا دي هي؟ يعني لمشة في الشارع بتتكلم ولا فين؟ لا أنا ممكن أجيب له فيديو فيديو كده من عنيت أسيرش عنيت بنتكلم زي كاريكاتيري أو زي كارتون يعني إيه كورونا وفهموا إزاي نتعامل معها وإزاي أعقل نفسي وإزاي أغسل إيه دي وكل الكلام دوت ناخده كلاعب يعني أوصله له كلاعب ما خوفوش لأن خوفو ده بيوصل لحاجات نفسية وحشة كتير وفعلا الحاجة دي حصلت وصلنا كتير أولياء أمور بيقولوا أولادنا بقالهم فترة خايفين وعاديين في القوض مش عايزين يتكلموا حد فلما بسأل بتأكد إنه ماما أصلا خايفة ماما نفسها خايفة وبتيتكلم مع صحباتها في التليفون ده حصل كذا وده قرب من المرض والكلام ده كله ما هو لازم الطفل يحصل له كده بعد الكلام دوت طيب أحاول أفهمه الحقيقة كاملة بس بصورة ما تكونش فيها رعب وهلع وخوف طيب بعد ما فهمته يعني إيه كورونا ويعني إيه التعامل معها ولازم أصلا عندي ثقافة التعقيم والنظافة دي أساسي دي المفروض بشكل أساسي عند الأطفال وعند الكبر كمان تمام طيب أبتدي أقاهله نفسيا إن إحنا القاعدة في البيت دي هنستغلها طيب نستغلها إزاي ممكن نستغلها هنعمل أنشطة هنلعب مع بعض هنعمل تمارين حرقية تمام طيب لإن أنا عندي باور محتاجة إن أنا أطلع الباور دا أنا محتاجة إن أنا أطلع حشان ما يطلعش بصورة سلوكيات مش صحيحة تمام طيب بعد ما عملت دا كله طيب أنا دلوقتي أنا عندي نقطة محتاجة برضو إيه إن أنا أقولها دلوقتي أنا بعد ما قلت الإبني خلاص أنا عرفتك الكورونا وإزاي تتعامل معها فيه حتة كده صغيرة أنا عندي وقت فراغ كبير ولادي محتاجين على الأجهزة بشكل مبالغ فيه طيب هحاول أستغل دا برضو وأحاول إن أنا أخلي الأجهزة دي برضو فيها حاجات إيجابية في حاجات إيجابية كتير في الأجهزة الموبايل والتلفزيون واللاب والكلام دا أحاول أجيب حاجة بتنشط بتنشط عقل الأولاد وبتنمي زكاءهم كل دا محتاجة أعمله طيب بعد ما عملت كل دا مع الطفل طيب محتاجة أعمل إيه تاني أعرفه إزاي يتعامل مع البيئة نفسها يعني إزاي يتعامل مع البيئة أن أنا أعرفه إن أنت بلاش غروج وبلاش سلام وبلاش لو حد سلم علينا والبوس والأحضان والكلام دا كل تمام أحاول أوصله برضو موضوع الإيمانيات والعقيدة برضو دي مبدئيا لازم لازم أعرفه له يعني إيه يعني لازم أعرفه كده بشكل مبسط إن اللي حصل دوت ربنا عايزه يحصل عشان أولا رحمة من ربنا عشان بيحبنا اوعوا تقول الأولادكم دا اللي بيحصل دا عشان ربنا غبان علينا بلاش الموضوع دا ربنا مش غبان علينا ولا حاجة والله دي رحمة من عند ربنا ربنا يعني عايز كده إيه يعني عايز يوصل لنا رسالة راجعوا نفسكم مثلا أو يعني أنا عايزكم صفيين شوية لأن ابتدينا من جوانا نفسيا كده بقى فيه شوية مشاكل بقى فيه شوية مشاكل فعلا المشاكل دي أثرت على البيت كله المجتمع ككل يعني طيب أنا عرفت الولد إزاي يتعامل بالعقيدة وبالإيمانيات وعرفته إزاي يتعامل مع البيئة وعرفه كمان إن إحنا لازم نرضى باللي حاصل مزعلش إيه و هتزعل يا حبيبي لا بالعكس يعني فيه أمهات كانت في الأول يعني فرحانة إن المدارس تأجلت وهنقض بقى في البيت ومش عارف إيه والكلام دا ومفيش مذاكرة بصي هو أنت ما تفرحيش قوي لسبب لأن أنت كنت محتاجة أنت أفهم بتودي مدرسة ليه أنت بتودي مدرسة عشان نبني طفلي ونبني أولادنا طيب أنا لما عدت في البيت ومدتلوش حاجة وأنا كده بوقف نموه بوقف الزكاء بتاعه أحاول أحاول إن أنا أرجع له يعني وإحنا عاديين كده أرجع أرجع معه على اللي خده عشان ما ينسهوش أعمل معه كل الحاجات دي مش مجرد إن إحنا عاديين دي أجازة يعني لا خالص الفترة دي الفترة دي بجد بجد استغلوها قوي استغلوها قوي لأن التعاملات مع الأولاد بجد هتأهلكوا نفسيا لما أنت تبتدي تعرف الولاد حاجة أو تعرف بنتك حاجة نفسيا بجد هتبقى مرداء غير إن أنت هتاخد حسنات من عند ربنا إن أنت يعني بتقوم سلوك أو بتربي أخلاقيات أو أي إن كان طيب أنا بعد ما علمته موضوع الرضا إنك إنت المفروض يا حبيبي نرضا بالله حاصل ده رحمه من ربنا أبتدي أعلمه برضو إنه هو ما ينفعش أقار النفس بحد يعني أقار النفس بحد يعني أنت دلوقتي حبيبي إحنا راضيين بالحاصل دوت والحاصل دوت هنعمل من خلاله حاجات حلوة الحاجات الحلوة دي هتخلينا مبسطين هيبع عندنا شعور بالسعادة طبعا السعادة نسبية والرضا نسبية تمام أنا عايزك تبقى شاطر وعايزك تعمل كذا وكذا عشان مبسط دلوقتي أنتوا شايفيني حبيبي الدكاترة دلوقتي يعني هم دول دلوقتي اللي بيتصدروا الأزمة إيه رأيك إن أنا أهائلك تبقى دكتور أو أي مهنة شريفة يعني ما فيش مشكلة بس أنا عايزة يبقى عنده حافظ إن مين في وقت الأزمات هو اللي بيقف بجد وبيشتغل بجد عندنا مهن كتير شغالة طبعا غير الأطباء في الجيش في الشرطة اللي هم بيحمونا أصلا طيب أنا عايزة بس فيه سؤال جالي قبل كده طب ولد بيقول لما أنتوا يا ماما طب أنتوا بتقولوا ما ننزلش طيب شمعنا الدكاترة بينزلوا والجيش وفيه ناس بينزلوا الشغل فيه أبهط بينزل طيب يا حبيبي بص إحنا ما ينفعش كلنا لما يبقى فيه أزمة كلنا نعط في البيت طيب أمال إيه اللي المفروض يحصل المفروض فيه حد معين بيخرج عشان يعالج الأزمة دي اللي احنا فيها دي يعني مثلا زي الدكتور الدكتور دواتي حبيبي هو المفروض بيعالج الناس اللي عندها كورونا طيب والجيش والشرطة الجيش والشرطة دول اللي بيحمونا بيحمونا وبيضفوا عننا ضد إيه ضد الفيروس دوات بيعملوا تعقيم في الشوارع بيحافظوا على الأمان والسلامة لنا كلنا طيب طيب بابا بينزل فيه حبيبي هتقولي كده حبيبي فيه مهن ما ينفعش ما ننزلش زي زي الإعلام الإعلام المفروض إن أنا يا ماما أصلا السؤال ده جيه لمزيعة وهي يكلميني برضو اشمعنا انت يا ماما بتنزلي طيب يا حبيبي المفروض إن أنا نزلة عشان أوعي الناس يعني يبقى فيه تعوعية إن يا جماعة عملوا كذا وبلاش تعملوا كذا وإنت قاعد في البيت أنا بوصل لك رسالة يعني كل الحاجات دي ممكن يكون برضو الأولاد أو الأطفال بيسألوها فده يبقى الرد مفروض دوت يبقى الرد تمام طيب أنا دلوقتي بعد ما قلت إن أنا نفسيا وأهل وأهل أولادي الردى وعدم المقارنة بأشخاص أخرى ثقة بالنفس وتقبل الزيت أنا هتقبل ذاتي علشان بعد ما عمل الكلام ده كله هتقبل ذاتي علشان أقدر أتعامل مع الواقع يبقى عندي ثقة في نفسي الثقة في النفسي دي هي اللي هتولد حاجات كتير جدا والثقة في نفسي دي باستمدها من زي ما قلنا في أول الحلقة بلاش معلومات مغلوطة بلاش قاعد أسمع أخبار وفيسات علوات تحملي خوف وهلع أمهات كتيرة كده على فكرة بلاش بلاش الموضوع ده طيب أعلمه إزاي وأهله إزاي إن يكون قادر على التعامل مع الآخرين تمام أعلمه إزاي يكون بيعمل عمل جاد يعني إيه عمل جاد يعني مش بس هقضيها لعبة في البيت لا إحنا هنلعب وهنعمل مشاركة مع الأم أو مع الأب أيا كان أخذيهم معاك المضخي يساعدوكي يعملوا أكل يعملوا حاجات بسيطة يعني مش أكلات يعني الحاجات دي برضو هتحسسهم إن هم أنجزوا شيء فالإنجاز في أي شيء في الحاجات دي في الوقت ده حلو أي كتأهيل نفسي كلام ده كله كتأهيل نفسي إن أنا ما حسش إن أنا المضوطة ده أنا طول النهار أنا من قاعدة الولاد وقاعدة الأب أنا اللي بعمل وأنا اللي بخسل المواعين وأنا اللي بنضف لا خليهم يشاركوكي في الحاجات دي خليهم يشاركوكي فيها حتى هيطلعوا الباور بتاعهم برده تمام طيب أنا خلاص هقولي الحتة دي دي كتأهيل للأولاد وهكمل معك طيب قلت التعامل التعامل النفسي والتأهيل النفسي ليك كأب وكأم وكبيئة تمام بينعكس على الأولاد هو المفروض إن أنت يبقى فيه توافق توافق مع الآخرين يعني إيه؟ يعني زي ما اتفقنا إن أنا خلاص هواجه وتعامل ويبقى عندي مرونة ما بقاش لا بتعامل خلاص ما فيش مشكلة ومش هوقف مش هوقف عجلة حياتي خلاص مستمر مستمر العجلة وديرة وزي ما بعمل واخد بالأسباب وعند يقين والصلاة والأسقار وكل الكلام اللي اتفقنا عليه دا طيب هناخد فاصل وارجع لكم تاني هكمل لكم في النقطة الأخيرة هتكلمنا على الأولاد هكمل لكم بقى في النقطة الأخيرة بقيت التعامل النفسي السليم بشكل عام مع البيئة والمجتمع وكدولة هنتكلم في دا بعد الفاصل انتظرونه وارجعنا لكم تاني مكملين مع موضوع حلقتنا التعامل النفسي السليم في ظل أزمة كورونا هكمل كلامي أنا خلاص خط الجانب بتاع البيئة والأولاد أنا محتاجة أخد جانب تاني جانب مهم جدا الأول هقول لكم حاجة كده يعني تشبيه للأزمة اللي احنا فيها احنا تقريبا كده الخوف الخوف اللي الناس بقت فيه إحساس الخوف عامزة ما يكون كأنك في صحراء عطشان والشمس ودرجة الحرارة عالية فيش أكل معاك ولا شرب وماشي تاي ومش لقي نفسك وعندك مشكلة جندة جدا في صحراء ومرة واحدة نزلت عليك طيارة الطيارة دي فيها كل حاجة أكله شربه وخلاص هتخلصك من اللي انت فيه ده حالة اللي خايف ده حالة اللي خايف طيب اللي هيطمنك اللي هيطمنك في الموضوع ده كله الموضوع الخوف وإزاي يحوله حوله إن فيه فيه أسباب فيه أسباب للموضوع ده رب الكون رايد بها طيب أنا دلوقتي أهم حاجة في الموضوع ده محتاجة أعالجه موضوع الخوف موضوع الخوف قلنا قلنا كتأهيل نفسي هنعمل إيه بس أنا حبيت يعني أشبه لكم التشبيه ده عشان الصورة توصل أكتر أو أوضح خلاص أنا حالي وحال قلبي مع الله خلاص ما فيش خوف ما فيش خوف ولا ألأ ولا هلع طيب أنا لازم يكون جوايا جوايا معلومات صحة المعلومات الصحة دي هي اللي هتوصلني إن مش هيبقى فيه خوف ولا فيه هلع ولا هيبقى فيه أي حاجة من الكلام ده تمام طيب أنا دلوقتي هقول لك حاجة بسيطة كده يعني يعني أي صغيرة كده يعني أنا عايزة كنت تسمعوها بقلبك قبل ودنك تمام إنما زي لكم الشيطان يخوف أوليائه يعني إيه لأ ما تخافش أوليائه ومش اللي هم يعني لأ ده بيقول لك إن أنت لو قبرت ربنا في قلبك الشيطان هيصغر فمش هيخشي لك من الدخلة دي خالص صغر الشيطان صغره في قلبك وقبر ربنا ده حل نفسي وروحاني لموضوع الخوف والقلق دوت ده يعني بنسبة كبيرة جدا بنسبة كبيرة جدا هيبقى حل لإنه يريدوا الله بكم اليسر يعني بجد بجد خلي عندكم ثقة في الله خلي ثقاتكم عالية في الله أنا عارفة أنه فيه مشكلة فيه مشكلة ومشكلة مش صغيرة بس زي ما قلت خلاص أنا حصنت نفسي واخدت بالأسباب وقهلت نفسي وقهلت اللي معايا تمام فمن اتبع هدايا فلا خوفن عليهم ولا هم يحزنون ده حالي وده حل قلبي طيب أنا ممكن ممكن ناخد ناخد تليفونات ونشوف أسئلة تمام تمام وهي ملخص ملخص برضو حاجات كثيرة احنا قلناها الدعاء الدعاء يا جماعة الدعاء أنا عندي أدعية كتير أنا دلوقتي ماشية في الشارع أنا مش عارفة مش عارفة يعني ده ده الفيروس هنا ولا هنا ولا جايلي منين ولا جايلي فين يعني بقى فيه فيه حالة خلاص ده كله فيه وسواس يعني طب يا ترى الألم ده طب الورقة دي طب الترابيزة طيب فيه بعض أدعية فيه بعض أدعية بجد والله العظيم هي بتكون حصن حصن للموضوع الوسعي الوسع تمام طيب هناخد اتصال معنا ونبتدي نقول ألو ألو سلام عليكم عليكم السلامة حتى الله وبركاته أهلا مع حضرتك معاكي معاكي برنامج حياتنا يبطحان فضالي سؤالك أنا عايزة أسأل أنا بنتي على طول مسكن الموبايل عن نت وما بكيبش خالد تمام طيب عندها كم سنة يا فاندي ده سبع سنين سبع سنين طب إيه نوعية الحاجات اللي بتفرج عليها الكارتون والألعاب والخاجات تمام تمام طيب سؤال تاني يا فاندي لا مرسي جدا شكرا لحضرتك طيب طبعا أنا يعني اتكلمت عن الموضوع دوت بشكل بسيط وقلتها أحتاج أتكلم فيه تاني طيب بما إني أصلا يعني أخصائي التربيه خاصة وأغلبية تعاملي مع الأطفال فمن خلال تعاملاتنا مع الأطفال ومن خلال خبراتنا ومن خلال الدراسة العلمية أنا عايزة أقول إن بجد بجد الجيل بتاعنا ده مختلف مش بس مع الأزمة يعني من قبل الأزمة وتكلمت أنا قبل كده على الموضوع الأجهزة وأولادنا على الأجهزة وطول النهارة عايز يقعد على التليفون وبتعمل إيه؟ وأضرارها آآ ناخد التليفون وبعدين نتكمل أحمد من الفيوم معنا تفضل يا أصدر أحمد أهلا بحضراتك أهلا بحضراتك أهلا بيك يا أستاذها أهلا وأنا عايزة أتكلم عليك تسخط الناس مع تضيوتها مع العلم إن أنت عارفة إن المجتمع المصري فيه نسبة 70% إن الشعب المصري إشهزان في القطاع الخاص تمام تمام آآ غير كده وكده يعني آآ فيه أمور كده بالنسبة لأنا عشان الرجل تسوى فالدولة مش موفرة لي أي حاجة لأن أنا رجل مؤمن علي ممنوع من لا نزل لي موضوع 500 جنيه ولا نزل لي موضوع أي دعم الدولة بتنزله ممنوع ما أنا عم بطل على السواء ليه مش عارف حاجة زي كده مع إن السواء ده عمالة يومية طعم طعم غير كده وكده صندوق مثلا حاجة زي الصندوق التنمية آآ أنا رجل كنت مهدم من شهر 12 بعت عربية عندي عملت لها جواب إحلال علشان المفروض ينزلولي عربية جديدة أصبح وقفوا حالي بعد ما عملت جواب الإحلال للعربية وقدت لهم الورق وقفوا لي كل الورق بالنسبة لفيروس كله ده أنا رجل بالوقتي قعد في بيتي قعد في بيتي من شهر واحد ما فيش عيه شغل الدولة مش منزليلي عيه دعم يعني لو هنتكلم على الموضوع اللقاء في البيت يريد يحاولوا يخفروا أي نسبة للإعمالة الخاصة يريد المشاريع حالي أقل في وزارة التنمية يقدروا يشغلوها أنا يعني المفروض ما لهاش علاقة دي عربية مثلا أنا هلاسل عربية أغرى ما لهاش علاقة بين الدولة شغالة أو غير شغالة لأن عربية الأغرى الناس كله امرأة تنخجوا وتروح شغلها وهتلاقي شغلها وهارف ووفر شغلها ومش هتفتح بيتي أنا لبس شكرا لحضرتك يا جوغا طيب نكمل السؤال الأولاني بخصوص الأجهزة وبعدين هرد على حضرك يا أستاذ أحمد فزي ما قلنا بقى أن أنا معايا جيل مختلف جيل منفتح على العالم في موضوع الأجهزة ده فبجد بجد يعني إحنا عملنا درسات وعن خبرة وعن شغل وعن كل الكلام دوت أنا قلت في برامج كتير عن السلبيات اللي بتيجي من وراء المشاهدة الأجهزة بشكل سريع كده بجد بجد بتقلل بشكل بسيط خالص بتسرق ذكاء أولادك بالأجهزة وحتى لو على فكرة هتعلمهم عن طريق الأجهزة لأ لازم البداية البداية يكون خارج الأجهزة ثم بعد كده الأجهزة طيب أنا دلوقتي بقيت في أمر واقع دلوقتي أن أنا عندي وقت فراخ كبير طيب أنا دلوقتي الطبيعي والعلم والدراسة بتقول أن أنا هحاول على قد ما أقدر أعمل جدوى اليومي لابني أو لبنتي إحنا هنعمل واحد اتنين تلاتة هتقعد قد كده على الجهاز إيه نوع اللي هتتفرج عليه ما خلاص بقى حضرتك يا فندم دلوقتي متفرغة حتى لو كنت بتشتغلي خلاص أنت دلوقتي عاتف البيت بقى شغلك الشغل مين الولاد يعني حتى لو مهام البيت لو هتديهم لو نص الوقت مهام البيت والباقي كملي كملي مع الولاد هقولك بطريقة سريعة كده تعملي إيه ولو ما قدرتيش تعملي الكلام ده وتنفذيه والطبائيه على أرض الوقت برضو هقولك تعمليه الجدوى لليومي ده بنعمله أيام إحنا النهاردة طبعا الصلاة أول حاجة الإيمانيات وروحانات دي إيه البداية تصليت ما صليتش طيب يلا توضع يلا هنصلي دي أساسي أساسي أني أنت بتحطيها له في الجدول تمام طيب الأول أنت بتقوليه سبع سنين سبع سنين دي أنت عارفة أنت المفروض الولد أو البنت يقعد قد إيه على الجهاز دي قد إيه من نصف ساعة لساعة طبعا أنا عندي 24 ساعة على الجهاز تمام وحاجات تانية كتير حاجات تانية يعني برامج ومشاهدات صعبة صعبة بجد والتيك توك التيك توك ده عايز له حلقات بجد والله العظيم أمهات بيبعتولي كتير عن موضوع التيك توك ده بجد أزمة ده لوحده أزمة تانية طيب هتعملي إيه الجدول أنت النهاردة هتعودي على الموبايل هتعودي على الموبايل الوقت ده هتعرفي نوع اللي بتفرج عليه طيب إيه تشتجي من بعد ما الوقت ده يخلص يلا تفضل قوم بلاش قلنا الحتة دي أنت فضل لك كده عشر دقايق وتقوم طيب فضل لك خمس دقايق إحنا متفقين طيب لو رجعنا في كلامنا لأ خلاص عقابي بقى أنه مفيش خلاص أجهزة أحاول أسيطر شوية عن موضوع ده طيب لو أنا عندي طفل أو ولد مد من أجهزة وده حال كبار مش أطفال كمان إدمان إدمان الأجهزة هحاول وقلنا قبل كده كتير أقلله تدريجيا وحاول أديله بديل مش هاخد منه التليفون واسيبه كده خلاص لأ فيه بديل بعد ما خدتي جايز طب هيعمل إيه أنا زهقان متدايق ما بنزلش بروحش نادي أو بروحش مدرسة أو بروحش بجد عنده وقت فرق كبير الله يكون فعنهم طيب البديل زي ما قلت في أول الحلقة اكتفتي أنشطة هنعمل النهار ده كذا هنلعب تمام طيب عشان قرب وقت ينتهي هتشوف فيه نوع اللي بتفرج عليه وهتحدديله وقت تمام وتحطيله بدايا للوقت اللي مش موجود على الجهاز طيب أستاذ أحمد من الفيوم السؤال بتاعه حاول أرد عليه حضرك أستاذ أحمد أنا هقولك بشكل سريع بس حضرتك تختار تختار طبعا من جات خسير أنا عندي خسير كتير جدا عندي خسير إحنا لسه يعني الله المستعين قدر الله ما شاء فعل بس فيه خسير إحنا لسه مشانحس بها دلوقتي تمام هنتفائل في وجه اللي خير بس حضرتك تفضل صحتك ولا تخسر فلوس طيب أنا هفضل وانت هتفضل صحتك لقين صحتك دي اللي هتجي فلوس تاني إن شاء الله واتعوض الخسارة حاول حاول تفكر بشكل إيجابي عن كده والدولة بتحاول توفر حاجات كتير وربنا معاهم ومعنا وربنا مع حضرتك ومع كل العمالة اليومية والناس البسيطة إن شاء الله تكون أزمة ونعدي منها على خير يا رب ونتضرع لربنا بالدعاء يا رب بيخرجنا سالمين غانمين إن شاء الله وكل هيبقى خير بإذن الله وهنرجع تاني لحياتنا الطبيعية بإذن الله ولازم يكون عندنا ثقة في ربنا إن إن شاء الله إن شاء الله هنرجع لحياتنا الطبيعية بس بعد ما نكون رجعنا نفسنا تاني وغيرنا من شكل حياتنا شكرا لحضراتكم وأتمنى كون أفدتكم أتمنى تطبقوا حاجات كده بشكل عملي مش مجرد بس استماع وإن شاء الله ربنا يوفقنا ويرضينا يا رب وينجينا من الغمة دي إن شاء الله بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته